موسيقى حبيبنا يا رجالات سنقول عامليني المرة اللي فاتت تكلمنا عن الليبنز والمرة اللي قبلها خدنا الكربوهيدريتس في مرتين النهاردة هناخد ثالث حاجة في البيولوجيكال مكرو موليكيولز وهي البروتينز طيب تعال نفتكر كده نحن كنا شغالين في ايه شغالين في حاجة اسمها البيولوجيكال مكرو موليكيولز طيب دول كانوا كم حاجة؟ كانوا اربعة اول حاجة كانت الكربوهيدريت وده اخذ مننا حستين تاني حاجة هي الليبنز وده اخذ حسة واحدة وخدنا له ساعتها الورق المجمع ده في كل التفاصيل بتاعت الدرس كله طيب تالت حاجة عندي مين؟ البروتين يعتبر اخف واحد فيهم رابح حاجة هي النيوكليك أسد او اللي هو بقول عليه مين؟ الدي انا تمام؟ يبقى احنا خلصنا كربوهيدريت خلصتين الليبن خلصناه المرفض في حسة النهاردة البروتين هيخلص وبعد كده النيوكليك أسد برضو حسة واتفقنا ان الاربع حاجات دول كان اجزامبل على حاجة يسمى البيولوجيك المكرو مكرو مولوكيول مكرو يعني حاجات كبيرة وده كان اجزامبل على مين؟ على الورجانيك مولوكيول ماشي يبقى دي التقسمة يبقى انا النهاردة هشتغل على مين؟ هشتغل النهاردة على البروتين ماشي تعالوا نبدأ ادي البروتين اول سؤال بنسأله النفسينا دايما في بداية كل شابتر هو مش البروتين ده بوليمر يبقى هنا ادي البروتين واتفقنا ان البروتين ده بوليمر واتفقنا ان اي بوليمر لازم هيكون في حاجات صغيرة يتكونوا لما اخذنا الكربوهايدريت قلنا في الكربوهايدريت ايه؟ المونيمر اللي بيكون الكربوهايدريت كان عندي شيء اسمها المونوساكرايد طب المرة اللي فاتت خدت الليبد كان المونيمر اللي بيكونها حاجة اسمها الفاتي اسد وما كانش فاتي اسد لوحده كان معاه هيتروجنس كومباوند زي مين؟ الالخول او اللي هو ايه؟ الجليسرول المرات النهاردة انا بتكلم عن البروتين وهو حاجة بوليمر من الحاجة المونيمر اللي هتكونوا؟ عندي الحاجة المونيمر وهذه الساكرية يعني شجر وهو الشجر وبعد كده في الليبيتز خدت ان المونيمر اسمه مين الفاتي اسد النهاردة بناخد المونيمر بتاع البروتين لان البروتين ده بوليمر في مونيمر بكونه هيكون اسمه مين الاماينو اسد وهنعرف شكله بالتفصيل هل الاماينو اسد على طول يتحول البروتين لا ممكن يضع حاجات في النص تانية طب الاماينو اسد لو تخيلت ان هذا ااماينو اسد واحد لما مسك شوية كده في بعد 450 أربعة خمسة ستة بعوشها تاني كده بقول عليه بولي ببطايد طب يعني بالمroit ببطايد اتفقنا الكلمة بولي يعني عديد وكلمة ببطايد بمعنى كلمة امانو اسد يعني بقول امينو اسد امانو اسد ايه ي peel حبيث انه امينوأسد 1 لو مسكت حبة مع بعض أدني بديني ت lecturer 1 وهو هو بوليبيبتZeid إذا كان ذلك ساعة تمديني البروتين عندما لمسك أمينوأسد تحمي ب kills ساعتها تمديني البروتين في طوال Leospache music without Pan Judith مثلا 345 نفس فكرة ايه تعال نيك at teaspoon 100 جنيه لاسك في المية الميجين على طء كيف تمكن به حلو سيكون الامين واسد الأسائل يمكن إلى تلك البروتين المروابات الكبيرة لكن له كمية الامين واسد جدا لو هذا الأمينو أسد مسكت فيه كم واحد مع بعض 4-5-6-10 يتساعد الدين حقا اسمها الإيه البولي بيبطايد واتفقنا يعني كلمة بولي يعني عديد وكلمة بيبطايد بمعنى مين؟ أمينو أسد يبقى داع عديد الأمينو أسد عبارة عن شوية كلمة مع بعض إنما البروتين دايما يبقى شيئا معقدة البروتين دا ممكن يوصل إنه يبقى عندك مثلا مئة أمينو أسد مسك مع بعض أو متين إنما البولي بيبطايد ممكن يبقى 20-25-10 ما هي منيش أركان بس أنا اللي همين ينلاقيه الأمينو أسد يقدر يتحول البروتين على طول أو ممكن في نفس وقت الأمينو أسد يتحول حاجة اسمها بولي بيبطايد حاجة أكبر شوية والبوليت بيبطايد دا لم يمسك في كذا بولي بيبطايد مع بعض ساعتها يديني مين؟ البروتين وده كان دايما أول سؤال بنسأله لنفسنا فين؟ في كل شابتر طيب تاني سؤال ننسأل نفسينا دائما إيه الموليكيلر فورميلة يعني أنا أريد أن أعرف البروتين دي بتتكون من إيه؟ إيه الاتومز اللي بتكونها؟ لأن البروتين دي موليكيول تبع البيولوجيكال ماكرو موليكيولز ودائما اتفقنا أن البروتين بتتكون من مين؟ من أاتومز فانا عايز اعرف الموليكلر فولور من بتاعت البروتين دي ايه الاتومز اللي بتكونها قال لك 4 كاربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين هل في نسب لا ما عنديش النسب دي غيرت في مين في الكاربوهايدريتس افتاك الكاربوهايدريتس كانت عبارة عن كاربون وهيدروجين وأكسجين وبنحطهم بين 2 براكتس وبنكتب تحت حرف الن والن ده كان عبارة عن نمبر اوف كاربون وكان عندي ريشيو زينة 1 2 1 ولو كانت الن دي مثلا ب6 كان ساعتها بيقع عندي كام الكاربون 6 والهايدروجين 12 والأكسجين كام 6 فده في الكاربوهايدريت كنت بعرف احسابه انما عندي في الفاتي اسد زي المرة الفاتت او في الليبت ما كنتش بعرف احساب مين الموليكلر فورمل نفس الكلام برضو المرة دي انا بقولهم بس بتكونهم من ايه لكن مش بنحسابهم طيب يبقى انا كده اتكلمت عن كام حاجة اتكلمت عن حاجتين ايه المونمر الاول اللي هيكونهولي ايه الموليكلر فورمل اللي عندي طيب يبقى انا عندي بتكلم ع البروتينز بقول ان هي طبع البيوليجيك الماكرو موليكيورز دي حاجة بوليمر بتتكون من حاجات صغيرة جدا اسمها المين المونمر او اسمها الامينو اسد طيب ايه الاتوم زي الموجودة فيها كاربون هايدروجين اكسجين نايتروجين ماشي واتفقنا ادي الامينو اسد ده شكله لما كان امينو اسد يمسكوا مع بعض اضروا لي مانا بوليببطايد طيب والبوليببطايد ده اللي يمسك مع بعض يديني ساعتها مين البروتين فايبر اللي هو موجود جوا مين جوا المسلز عندنا ودي تاني اللي ايه الموليكيوري طبع البروتين طبع حاجة اسمها البيولوجيكال مكرو مملكيولز فده عنده هاي موليكيورا ويت بيتكون من حاجات صغيرة اسمها الايه الامينو اسد هذا امينو اسد بكمية كبيرة جدا مسكت مع بعض البروتين ناقصني دلوقتي ادرس شيء اسمها مين الامينو اسد لان انت بتقولي ان البروتين ده بتكون من مجموعة امينو اسد طيب لو درست الامينو اسد الواحد كانني درست مين البروتينس كلها طيب تعال نشوف الامينو اسد ده بتكون ازاي قالك والله يبص الامينو اسد عبارة عن كاربون عندها اربع جناحات يبقى ميني الاساس بتاعي كاربون والحاجات الباقية هتخرج منها طيب تعال نشوف ايه الحاجات الباقية قالك الكاربون دي بيبقى عندها فوق هيدروجين ادي اول دراع عندي دراع هنا اسمه سي او او اتش والسي او اتش دي ده بيبقى اسد جروب بنقول عليها كاربوكسايل جروب ودي بنقول عليها ان هي اسد اي حاجة اسد بيبقى عندها في اخيرها مين سي او او اتش او نسميه اسم تاني ايه كاربوكسايل جروب مهم جدا الاسم ده طيب او اداة جناح الجناح التالت ان اتش او هي هي كدني عملتها كده ان ماسكاف اتش وماسكاف اتش بس نكتبها كده ان اتش طيب الجروب ده ايه الجروب ده كان اسد السي او او اتش ده اسد انما الان اتش ده ايه ده جروب بيزيك ماشي طيب هل اسم تاني ده يبقى سي او اتش اسمه كاربوكسايل الان اتش اسمه ايه اسمه امينو جروب يبقى تاني عندي كم جناح عندي كاربون اساسية خارج منها اربع اجناحة اول جناح بسيط جدا هيدروجين طيب تاني جناح خارج منه مجموعة اسد او اللي هي اسمها سي او او اتش بسميها اسم تاني بقول عليها الكاربوكسايل جروب ده كله مصطلحات بالدول على مين السي او او اتش عندك الكاربونة التالتة او الكاربونة الجناح التالتة اللي خارج منها اسمه اسمه الان اتش تو سواء كده او كده صح الجروب ده كان اسيدك انما الجروب ده بيزيك هل اسم تاني زي دي قال لك او طالما اسمه كاربوكسايل جروب يبقى ده ليه اسم تاني اسمه ايه الامينو جروب طيب رابح حاجة عند هي مين عندي حاجة اسمها الار هل الار دي حاجة زي دول زي الاتش مثلا الكاربوكسايل كله قال لك لا الار دي عبارة عن حاجة اسمها الكايل جروب حلو يعني الار دي سميه على اي حاجة عندها كاربون مسك في بعض وهيمسك بقى منها اتشات او كلام ده كله وممكن الكاربون دي يخرج منها كاربون تاني وحاجات كده يبقى اي حاجة بالمنظر ده بقول عليها ايه الار ده فانا هنا عندي الجروب ده مش بكتب هو ايه بكتب ان هو الار ده وهيبقى مختلف على حسب مين نوع الامينو اسد ليه لان انا عندي عشرين امينو اسد طيب العشرين دول بيختلفوا في ايه كلهم كلهم عندهم نفس التلاته اللي فوق عندهم هيدروجن وعندهم كاربوكسايل جروب وعندها عندهم امينو جروب امال هيختلفوا في مين فالار دي بنكتبها كرمز كسيمبل انا مش بقول ده ايه بس الار دي حيسمها الكايل جروب وعلى حسب شكل الكايل جروب ده هيديني مين الامينو اسد اللي ايه اللي عندي يبقى تاني انا عندي الاساس بمين لما اجسألك في الامتحان واقولك الكاربوكسايل جروب او الالكايل جروب او الامينو جروب او الهايدروجن جروب في الامينو اسد بيبقى اتتشد لمين؟ بيبقى اتتشد الكربون ماشي؟ يبقى الكربون دي الاساس بتاعتي ومنها هيخرج للايه؟ الاجنحة طب انا لسه من شوية بقولك ان الامينو اسد بيتكون من كربون وهايدروجين واكسجين ونيتروجين هادي الكربون هي وادي الهايدروجين وادي الاكسجين وادي النيتروجين يبقى كده فعلا ان الامينو اسد بيتكون من ايه؟ من الاربع عدول ده مش الامينو اسد بس ده البروتين عموما ليه؟ لان البروتين ما هو الا مين شوية امينو اسد بكميات كبيرة مسكين في ايه؟ مسكين في بعض طيب يبقى ثاني تعال نعملها مرة كمان يبقى ثاني بسرعة يعني امينو اسد عندي؟ قالك يعني كربون حلو؟ او مسكة في كامل جروب؟ اربعة تعالوا نشوف الاربع دول ايه بسرعة تعال نعملهم الوان كل واحد الوان قالك اول حاجة عندي فوق هيدروجين غالبانا ما فيش في ايه حاجة تاني طيب ايه تاني غير الهايدروجين؟ قالك عندي جروب اسمه سي او 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 اتش ماشي وده اسمه اسيد الجروب او بنقول علي مين؟ الكاربوكسيل مهم جدا طيب الناحية التانية عندي مين؟ عندي ان اتش تو ادي اتش ودي الاتش التانية طيب الجروب ده بسميه مين؟ بقول علي انه هو جروب بيزيك حلو؟ يعني جروب قاعدة حلو؟ وإيه الاسم التاني بتاعه؟ اسمه الامينو جروب طيب الجروب الرابع اللي فاضل هل ده حاجة معينة؟ هل لك لأ ده بنكتبها ار يعني ايه ار؟ يعني القايل طيب يعني القايل؟ يعني اي تشين فيها كاربون كده كتير ومسكة فيها الهايدروجين والحاجات بتاعتها فممكن تبقى مثلا القايل ده مرة تلاتة كاربون ممكن تبقى اتنين كاربون ممكن تبقى اتنين كاربون مسكين في بعض كده ودي طالع منها كاربون حاجات كده فعندها كذا شكل مختلف على اساس كل شكل هيبقى عندي امينو اسد لان انا عندك قلنا كم امينو اسد عندي عشرين لو جيت سألتك العشرين امينو اسد دول مشتركين في ايه وبيختلفوا في ايه؟ كلهم مشتركين في مين؟ في الهايدروجين وفي الاسد الجروب اللي هو الكاربوكسيل وفي الاسد الجروب اللي هو مين؟ الامينو انما مختلفين في مين؟ الار على حسب شكل الارد هيبقى عامل ازاي هيبقى عندي ايه؟ امينو اسد وما يهمنش الارد ايه؟ ايه الاجزامبلز اللي عنده؟ طيب معلومة كده جايز تيجي او حاجة عندي امينو اسد اسمه الجليسين امينو اسد عشرين واحد منهم اسمه الجليسين الجليسين ده غلبان جدا عارف شكله عامل ازاي؟ الجليسين عنده كل الكلام اللي فيه ده عنده الهايدروجين وعنده الكاربوكسيل جروب وعنده الامينو جروب طيب امال ايه؟ قالك بدل الار دي اللي هي المفروضها تبقى كاربون زوحيات كده كتير؟ قالك لا ده غالبان جدا ده عنده مكانها اتشاية تانية يبقى لو شلت الار دي اللي هي كانت مفروض تبقى ار وفيها حواراته كاربون زوحيات كده كتير وحطيت مكانها اتش يديني حاجة اسمها ايه؟ اسمها الجليسين امينو اسد عشان كده بنقول على ده انه هو السمبلست ايه؟ السمبلست امينو اسد ابسط امينو اسد موجود في العشرين ليه؟ ما عندهش حوارات كتير هو مشترك زي العشرين بقين كله في الاجزاء اللي فوق بس التانيين كان يبقى عنده منه حاجة اسمها الار وعلى حسب كل واحد هتختلف الار دي فكل واحد يبقى لي ايه؟ شكل مختلف انما الرجل ده بسيط قال لك ار وحوارات ايه؟ ده انا بدل محط الار والكاربون زوليلي دي انا هحط اتشاية يبقى عنده هو كام اتش عنده اتش عنده اثنين وعنده الكاربوكسايل جروب العادية وعنده مين؟ الامينو جروب عشان كده اقول تعليل سمبلست مدخلش في حوارات الار وكاربون زوحوارات لا ده هو شالها وحط مين؟ الاتش ده اسمه لجليسين امينو اصد او نقول عليه اللي هو السمبلست امينو ايه؟ امينو اصد طيب تعاني نشوف الكلام ده يبقى هنا عايز ادرس الامينو اصد حلق وانه هو الستراكشل اليونت بتاعت البروتين يعني استراكشل اليونت يعني دي الوحده اللي بتبني البروتين طيب يتكون من ايه؟ اده هي كاربون مسكف هيدروجين ومسكف القايل جروب ونحيه الامينو جروب يتكون كاربوكسايل الجروب ويبقى قسيدك والنحية التانية عند مين؟ الامينو جروبي ويبقى باسيك طيب يبقى هيدروجين ايه اتون عندي اتون نصمم المنزل إصبادا مدرسكم ان قد يحدد من نوع المنزل ربما كنت اثبتنا أن ترتبع بأمين أوسيت انك مصدرون من كربون، لما إبتكات أكسيسيسين وادي كمان حتة الجليسين بص الجليسين بنقول ان هو only amino acid doesn't contain alkyl group ما عندوش R ما حبش يدخل في الحوارات دي شال ال R عملها ريبليسينج وحط مكانها مين هيدروجين فداني amino acid اسمه مين اسمه الجليسين طيب بعد كده عايز اعرف ازاي هيحصل بلدنج للبروتين هو البروتين هيحصله بلدنج او هيتكون ازاي لما تبدأ تمسك امينو اسد فامينو اسد طيب تعالوا نشوف ده يحصل ازاي عايز اشوف ازاي الامينو اسد هيمسك في الامينو اسد قلنا حتة شبهها في بتاع الكاربوهايدريتس لما وردتكو في اول حصه خالص ازاي المونوساكريد بيمسك في المونوساكريد وازاي الووتر الموليكيول بيخرج كله وانه هلاقي عندي واحدة الجلوكوز هتضح بالو اتش وواحدة الجلوكوز الثانية يضح بالو اتش فساعتها كده خرج ووتر وحصل بوند ساعتها كان اسمها الجليكوسيديك بوند طيب مش مهم الكلام ده دلوقتي انا عايز اعرف ايه عايز اعرف ازاي الامينو اسد هيمسك في الامينو اسد تاني ليه؟ ما عشان انت تتكون بروتين لازم الامينو اسد يزيد تمسك في بعض طيب وريني لما هيمسكو في بعض هيبقى شكلهم عامل ازاي طيب ارسم لي اتنين امينو اسد دو انا وريك هيمسكو مع بعض ازاي او تعالي ارسم ثلاثة كمان Adee carbone مسك في كم جناح 4 Adee carbone عنديه كم جناح 4 طيب عندك فكل واحده عندي هيدرجين فوق وعندي تحت حاج اسمها الالكاي الجروب ماشي نفس الكلام هيدروجين وعندي تحت مين القايل جروب عندي فوق هيدروجين وعندي تحت القايل جروب طيب دول ما يهمونيش ذوقات بصراحة خالص اللي هميني مين هو الكلام ده قلنا هنا كل أمين و أسد عنده سي أو أو إتش اللي هي الأسد الجروب أو اسمها الكربوكسايل بنحب نعملها كده سي أو أو إتش نفس الفكرة سي أو أو إتش بس زبطت الشكل بتاعها طيب هنا برضا هيكون عنده مين سي أو أو إتش هنا برضو نفس الكلام عنده سي أو أو إتش طيب ده اللي عنده هنا الناحية التانية بقى عنده إيه الناحية التانية قلنا عنده إن إتش تو هدي إن ماسكف إتش ودي الإتش التانية نفس الكلام عندي إن ماسكف مين في إتش وإتش طيب هنا برضو عندي إيه يبقى كده انا رسم كام واحد رسم ثلاثة ادي اول واحد اللي فوق ودي التاني ودي ثلاث واحد انا رسم كده كام واحد رسم ثلاثة تعال راجع كربون عنده كام جناح اربعة واحد هيدروشن واحد كاربوكسيل واحد امينو والكايل كربون مسكاف هيدروشن مسكاف كاربوكسيل مسكاف امينو والكايل كاربون ومسكاف هيدروجن ومسكاف كاربوكسيل واماينو ودي مين ودي الالكايل جروب عايز اعرف دلوقتي ازاي الاماين واسد ازا هتمسف بعضها قالك بص تعال وليك انا حاجة او ناخد على جنب عندك جروب اسمه C O O H وده اسد الجروب وعند الجروب تاني ناحية اسمه N H 2 مين اكبر بزمتك C O O H ولا NH 2 لان H دول عبارة عن ثلاثة واحدة نايدروجن واثنين هيدروجن يبقى ده يتكون من ثلاثة انما C O O H دول كاماتهم اربعة يبقى ده مين ده اكبر طيب ليه بتقولي ده اكبر او الاصغر تعالوا قولي ده الاصغر وده مين وده الاصغر ماشي اما انت بتقول كده ليه عشان عايز اقولك حاجة تاني هي المية عبارة عن ايه H 2 O لو حبيت اقسمها بنقسمها ازاي بنقسمها ال H و O H مش دول او جامعتهم بديك H 2 O هديها H H 2 وده ال O طيب يبقى انا لو عايز اخرج جوتر موليكيول وده قلناها وردي في الكربوهايدريتس اعمل ايه اخرج O H اخرج O H من عندي نمسح الكلام ده اللي اتعمل ادي ال H يبقى انا دلوقتي لو عايز اشيل وطر موليكيول اعمل ايه اروح اخرج اروح اخرج وحدة O H واخرج وحدة H ودول في الاخر هيدوني مية لما جمعهم هيدوني الووتر طيب انت عايز تعمل ايه عايز اخرج وحدة H ووحدة ايه O H بذنبتك انا اكبر ال O H اكيد ال O H قال لك خلاص ال O H بما انها الكبيرة تشيلها من الكبير وال H الصغيرة تشيلها من مين؟ من الصغير يعني ايه يعني تعال عند كل هيدروكسايل جروب شيل منها ال O H وتعال عند ال NH التانية الموجودة ال NH 2 شيل منها ايه واحدة H هعمل ده ازاي او عادي هنا هاجه شيل ال O H من الكربوكسايل لان الكربوكسايل هو الكبير هو اللي هشيل منه مين؟ ال O H انما ال NH 2 صغيرة هشيل منها ال H لما شيل ال H هو H ده يديني مين في الاخر يديني ال H 2 اللي هو الموتر اللي عايز اشيله طيب تعال نبص على اول اتنين جانب بعض قال لك هتشيل ال O H من الكربوكسايل اهي مع ال H بتاعت مين؟ مع ال H بتاعت ال امين الجروب اللي بعدها طيب نفس الكلام هنا هشيل ال O H بتاعت الكربوكسايل مع مين؟ مع الهايدروكسايل بتاعت مين؟ ال امين اللي بعدها كده لما انت عملت الحركة دي كده حصل ايه؟ خرج ووتر مولوكيول نفس الكلام هنا خرج عندي ووتر مولوكيول طيب تعال نقول شوات حاجات لما بخرج ووتر مولوكيول بقى العملية دي اسمها ايه؟ اسمها ال D هايدريشا قلناها قبل كده مش هانا بشيل ووتر مولوكيول بشيل مية؟ طيب كلمة بتشيل يعني D دي يعني ريموفل هايدريشان يعني مية فطالما بخرج مية من الرياكشا معين بسمي البروسيس دي او الرياكشن اسمه ايه؟ دي هايدريشان رياكشن يبقى لما جاء اسألك ازاي الامينو اسد بتمسك مع ضع ايه البروسيس او ايه؟ الرياكشن اللي بيحصل تقول اسمه دي هايدريشا طيب نفس الكلام خدناها ساعة مين؟ ساعة المونوساكرايدز لما قلتك الجلوكوز بيمسك مع الجلوكوز واحدة الجلوكوز بتضحي بو او اتش والواحدة التانية تضحي باتش فالتنين دو لما يخرجوا مع بعض يخرج لي كده حاجة اسمها ايه؟ ووتر مولوكيول وبسمي العملية دي اسمها عملية الايه؟ الدي هايدريشان يعني ايه؟ يعني ازالة ووتر مولوكيول من مين؟ من الكمبوند اللي هايتكون طيب نفس الكلام الناحية التانية خرج برضو اوتر مولوكيول عندك واسمي العملية دي برضو نفس ال ايه؟ اسمها دي هايدريشان ماشي عايز تقولي تاني عايز اقولك شوات حاجات كتير كتير لما اجي في اليمتحان اسألك هقولك مين الجروب اللي بيضحي او بيخرج منه الو ايه اتش؟ تقولي الكاربوكسايل جروب مين الجروب اللي بيضحي بالهايدروجين؟ تقولي مين؟ تقولي الامينو جروب اوه الكبيرة تخرج من الجزء الكبير اله الصغيرة تخرج من مين؟ من المركب اللي هو الصغير اللي هو اله ايه اتشとう دي اول معلومة سأفعله ك chủ cameras مينث مين اللي هيخرج الو اتش؟ تاني حاجة اسألك الرياكشن داسم مين الرياكشن اللي بيحصل لما امينو اسد يمسك في امينو اسد اسمه assistir الرياكشن ثالت حاجة هروسنها مليوم مره دلوقتي هو أنا هنا رسم كم أمينو أسد رسم 3 أدي 1 أدي 2 أدي 3 طيب لما مسكت 3 أمينو أسد في بعض خرج كم وتر موليكيول عندك خرج 2 خدناها في الكاربوهايدريتس لما قلت لك 3 جولوكوز يمسكوا مع بعض أو 3 مونسوكريتز عموما يمسكوا مع بعض كم وتر موليكيول يخرج كل 2 مع بعض هيخرج وتر موليكيول ويبقى دايما عندي عدد المونسوكريتز أكثر من عدد الووتر موليكيول الذي يخرج بكم بواحد طيب أنا هنا عندي عندي 3 أمينو أسد خرج كم وتر موليكيول 2 يبقى لما أديك عدد الأمينو أسد وأقول لك كم وتر موليكيول خلق وتعمل إيه تنقص 1 يعني لو قلت لك دلوقتي عندي 7 أمينو أسد حلو كم وتر موليكيول يخرج 6 حلو نفس الكلام هناك لما كان عندي 3 أمينو أسد كم وتر موليكيول يخرج 2 واتفقنا دايما بيحب نجيب العكس لما أقول لك حصل عندي ريأكشن اسمه بوليمرزيشن يعني بوليمرزيشن يعني هكوون بوليمر يعني مسكت حاجات صغيرة مع بعض وكوونت بيها إيه حاجة كبيرة زي إيه زي ما أنت عملت هنا مسكت شوط أمينو أسد مع بعض عشان تكون بروتين أو تكون بوليبيبطايد أو أي حاجة حلو لما أقول لك عملت هذا الريأكشن وأنا بعمل هذا الريأكشن خرج 2 واتفقنا يبقى أنا كان عندي كام أمينو أسد مسكوا في بعض يبقى تعكس بدل ما تنقص واحد تزود واحد لو عندي 2 واتفقنا خرجوا يبقى أنا كنت بربط كام أمينو أسد مع بعض أكيد كنت بربط ثلاثة يبقى لما أسألك على الواتفق يبقى أمينو أسد ونقص منه واحد لو قلت لك عندي 32 أمينو أسد مسكوا مع بعض يبقى عندي كام أمينو أسد خرج أكيد 31 بنقص واحد طيب لو عكست معاك وحكيت لك كسة حياتي وقلت لك أن أنا عملت بوليمرائزة شرر أكشن ومسكت أمينو أسد ببعض ولا بمسكهم مع بعض خرج عندي 13 ووتر موليكيول يبقى أنا كنت بربط كام أمينو أسد ارجع زود واحد يبقى 14 يبقى دايما عدد الأمينو أسد يا جماعة هو الأكتر أو عدد المونو سكريت هو الأكتر ماشي مين العدد الأقل دايما بواحد عدد الووتر فلما أسألك أنا على عدد الووتر نقص كام نقص واحد لما أديك الووتر هو أقولك كام أمينو أسد مسكوا مع بعض تعمل إيه تزود أنت واحد ماشي يبقى دي كام من نقطة مهمين جدا كلهم أسئلة امتحان طيب إيه تاني عندنا تعالي مساعدة حاجات بسيطة كده عشان نكمل عليها نسيب حتة اللووتر موليكيول اللي خرجت ديه ونسيب كل حاجة واسمها دي هاي دريشن خلاص وعرف نيها ونسيب سأقول لي سأقول لك هما الاثنين دولهم ممسكوا مع بعض عملوا بوند صح؟ هذه الولايات دي مسكت في دي تعالوا نعملها كده كأنها حتة تانية واحدة عشان ما نطلق باتش يبقى ديع كان عندي الكاربون دي مثلا وهرسم بس الحتة دي اللي فوق دي فوقت فيه اتش وهنا اره وكلامنا كله والنحية دي كان عندي سي او او اتش ال او اتش تشالت يتبقى عندي مين؟ السي دابل بوند او طيب تعالوا نرسم اللي جنبها التانية اللي جنبها كان عندها بردو سي وعندها فوق هيدروجين وعندها تحت مين؟ ار طيب الناحية دي اللي جنبها دي كان فيها ان اتش تو اتشالت ال اتش تبقى مين؟ ال ان اتش يبقى دي ال ان اتش حد عنده مشكلة ما ظنش طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ خلاص انت شلتها او اتش من هنا وشلت اتش من هنا فمكانهم اتكون مين؟ اتكون بوند البوند دي ليها اسم مهم جدا اسمها ببطايد بوند يعني ببطايد بوند وبطايد بوند دي هي البوند اللي مسكت من كمية ؟ امينو اسد طيب لازم انتم عارف الشكل ده دا شكل مين دا شكل البوند عشان لما يجلب لك عدد كبير من الأمينو أسد مع بعض وأقول لك هم دول كام أمينو أسد روح أدي للبوند وهذه البوند دي أعرفها منين تبقى C مزكة في دابل بوند أو والنحية دي إيه إن إتش تبدا شكلها منين لأن هي في الأصل كان شكلها كده C O O H والنحية دي بتاعت الأمينو أسد الثاني إن إتش إيه طو طيب عملت أنت إيه شلت وتر ملكيول شلت أو إتش من الكبير وشلت إتش من الصغيرة فإتبقى عندك مين؟ إتبقى عندك إتبقى عندك C double bond O طيب وإن إتش تو وشلت منها واحدة تبقى فيها مين؟ إتبقى فيها إن إتش ودول اللي حصل بينهم البوند فشكل البوند عبارة عن إيه؟ C double bond O ماسكة في إن إتش فأعرف إن دي إيه؟ هي البوند فأجي علمهم وأجي عد بقى يبقى اللي قبلها أمينو أسد ولبعضها أمينو أسد وأعرف عندي كم أمينو أسد وهو ريك إكزامبل طيب لو أنا أعتبرت دلوقتي ده أمينو أسد ميسك في أمينو أسد تعانينا نخلنا والشخص شايفين التالي ده أسمي اللي خرج ده اسمه إيه؟ مش ده أمينو أسد ميسك في أمينو أسد أسمين هو إيه؟ أمينو أسد تعرفنا إن ليه اسمها بديل تاني اسمها كلمة ببطايد فدول الدولات اتنين يتكونوا فأقول عليهم مثلا داي ببطايد كومباوند يعني مركب يتكون من كام ببطايد اتنين لأن كلمة ببطايد بمعنى كلمة مين؟ أمينو أسد طيب واتفقنا على كل حاجة عدد الووتر موليكيول هيبقى قل من عدد مين؟ الأمينو أسد بواحد طيب أقول لك حاجة ده مش عدد الووتر موليكيول بس ده عدد البوندس اللي هتتكون ليه؟ مش أنت ده أمينو أسد مسكته أمينو أسد تكون عندك هنا بوند؟ طيب وهنا مش ده أمينو أسد وأمينو أسد تكون بينهم بوند هي؟ طيب يبقى عندك كام بوند؟ عندي اتنين يبقى لو تاخد بالك عدد البوندس اللي بتتكون اللي اسمها الببطايد بوند بيساوي عدد مين؟ الووتر اللي هيخرج ليه؟ لأن انت المكان اللي هتخرج منه بوتر هتعمل مكانه بوند انا شلت الوقت او اتش و اتش شلت بوتر مش مكان مخارجه هيحصل بوند بينهم؟ طيب يبقى دي بوند و نفس الكلام هنا يبقى دلوقت عشان نلخص الأمينو أسد حلو؟ لو مثلا قلت ان هم خمسة يبقى عدد الووتر اللي هيخرج كام؟ عددهم أربعة طيب لو سألتك عدد البيبطايد بوند البيبطايد بوند اللي هتتكون تقول لي كام برضو؟ أربعة مجي؟ يبقى انت عندك دلوقت عدد الامينو أسد خمسة عدد الووتر هتخرج دايما نقل بواحد لماذا؟ تعال نتخيل ان انا نسمت خمسة امينو أسد عندي كام ووتر هتخرج الاتنين دول يمسكهم بعد يخرج ووتر ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع طيب عندك كام بوند تكونت ما هم نفس العدد ادي بوند الثانية الثالثة الرابعة طيب لو حبيت عمل معك عكس معك لو قلت لك عندي ري اكشن حصل دي اربعة لو قلت لك عندي ري اكشن حصل جمع لي امينو أسد مع بعض ولما الري اكشن ده حصل تكون عندي تسعتاشر بوند يبقى انا كان عندي كام ووتر موليكيول خرج وعندي كام امينو أسد طالما انت قلت كان عندك تسعتاشر بوند تكونت يبقى اكد عدد دوتر موليكيول خرج كام تسعتاشر برده طيب يبقى ساعتها عدد الامينو أسد كانت كام كانت عشرين تمام ناقصني بس حاجة واحدة اللي ناقصني لما بمسك كذا امينو أسد ببعض اللي بيفضل عندي شايف الجروب ده ده الجروب ده بيفضل ليه فري لان خلاص ده هو اول امينو أسد فما فيش حاجة قبله تمسك فيه فبيفضل الان اتش تو سليمة زي ما هي مش هشيل منها اتش يعني ولا حاجة فهيفضل عندي مين دايما عندي فري امينو جروب طيب الامينو جروب اللي في النصه مع الكاربوكسيل هيحصل بينهم الامر اكشن فهشكلهم هيتغير الناحية التانية برده عندي مين؟ عندي ال سي او او اتش اللي اسمها كاربوكسيل جروب دي هتفضل برده ايه؟ هتفضل برده فري لان انت خلاص ادي الاتشين اللي اتكونت فاخر واحد في الاتشين عنده سي او اتش على الطرفz او كاربوكسايد هل دي في حاجي هيمسك فيها؟ لا فهدف فري يعني فري يعني حرة يعني extended like يعني مافيش حاجه تمسك فيها نفس الكناية من ناحية التانية ال الان اتش تو دي او احد خلاص في الاتشين ومشيت كده ووصلت الاخر واحدة فاول واحدة دي مافيش حاجه تمسك فيها فبرده فضلت في ايه؟ เร晚上 прев يعني referring يعني مافيش حاجه يعني حرة تمام؟ يبقى أنا لما أسألك عندي كام كاربوكسايل فري فأي تشين بتاعت أمينو أسيدز عندي دايما واحد عندي كام أمينو جروف فري فأي تشين لأي عدد من أمينو أسيدز دايما واحد لو جيت قلت لك عندي 33 أمينو أسيد مسكين مع بعض عندي كام كاربوكسايل فري واحد برضو عندي كام أمينو جروف فري واحد لو قلت لك 100 أمينو أسد هيفضل برضو مين دايما عدد الفري أمينو جروب وعدد الفري كاربوكسايل جروب دايما هيفضل بواحد ليه مهما انت جمعت اعداد في النص هيفضل عندك اول واحد ده مفيش حاجة لسه ماسكة فيه ده فري وهيفضل اخر واحد عندك في التشين ده كاربوكسايل جروب هتفضل برضو فري عرفنا ليه سميناه أمينو أسد ليه سميته أمينو أسد عشان عنده في الناحية اليمين دي مين أسد جروب طب وليس سميته أمينو لان انا عندي في ناحية دي ان اتش تو ودي ايه أمينو جروب طيب تعاني شوف الكلام ده فين هذه الكلام ده البروتينز بتتكون من ايه الريبيتد يونيتس في أمينو أسد يعني عدد كبير من الأمينو أسد مسكة في بعض وبتبقى لينكد وز ايه اتش ازر باي ببطايد بوند يبقى اي اسم البوند اللي بتربط الأمينو أسد بالأمينو أسد زي ما قلنا اسمها ببطايد بوند طيب البيبطايد بوند تتكون مثل بين الكربوكسيل جروب اللي هي سي او اتش وبين الامينو جروب حلو اللي هو ان اتش تو وفزا ان ازر امينو أسد يعني السي او او اتش بتاعت امينو أسد مع الان اتش تو بتاعت الامينو أسد من اللي بعده طيب حلو حلو سروقي سريموفل اف ووتر موليكيولي يبقى خرج ووتر موليكيول حلو هاخد ال او اتش جروب منين هاخدها من الجروب الكبير اللي اسم الكربوكسيل اللي هو سي او او اتش حلو و ال اتش اللي فضلع في المياه هاخدها منين من الامينو جروب بتاع الامينو أسد اللي جامل ارى سمتع هاخدها من كل ماftو داخل الامينو أسد الآخر ، يتغضر في كربون ، يسماكت في هيدروجين و أخر تحت في القلقل و هنا في combination vermส lin الامينو اسد الثاني عنده كربون ماسك في هيدرجين ماسك تحت في الكيل جروب ودي هنا الان اتش تو ودي السي او او اتش ادي الاسد ودي مين الامينو ودي الكاربوكسيل ودي مين الامينو همسك الاثنين مع بعض اتفقنا هشيل مين عشان همسك الاثنين مع بعض هخرج ووتر الووتر دي خرج منين شايفت الدايرة الصفر دي حوالين مين ال او اتش طيب يوال او اتش كده خرجت ايها ناقص عند ال Jah اوتر حقز بال gatherer option كده خرجت H 2 o فالرياكشن اسمه ايني اسمه هيدريشر راكشن طيب ودي الامينو اسد اللي كان عنده NH2 بقى عنده NH1 كل هذا هو طيب الامينو اسد الثاني كان عنده CO وهكى هفق خلاص خرجناها المستطيل عنده CO double bond ٌ tough طيب يعني الach اللي كتفضل هنا اي وبالك مع الى c double bond O اللي في هنا حصل بينهم bond هنا انا مسكت أمينو أسد ثاني فكوين لي حاجة اسمها داي بيبتايد كومبوند يعني داي بيبتايد كأنني بقول كلمة داي أمينو أسد هذه أمينو أسد ثاني الووتر بنقول عليه اسمه مهم جدا الووتر اللي خرج ده بقول عليه ساكندري برودكت يعني ساكندري برودكت يعني برودكت خرج أنا ما يلزمنيش ده طبيعي عشان امينو أسد ببعض لازم ووتر يخرج عشان يسيب مسافة للبوند اللي ستحصل فمين الفرست برودكت بداعي او المهم بالنسبة لي هو ده الديبتايد او لان انا كنت عايز اعمل ايه انا كنت عايز امسك امينو أسد ببعض فده المهم بالنسبة لي انما الووتر موليكيول هل ده كنت عايزه لا فبقول عليه مين ساكندري برودكت ونفس العمل ده كبتحصل فين برده كبتحصل لما بعمسك انتين ايه مونو ساكرايدز في بعض فلما أسألك لما تمسك من الساكندري برودكت اللي بيخرج الووتر لما اسألك لما تمسك الامينو أسد ببعض مين الساكندري برودكت اللي بيخرج برضو مين الووتر يعني شيء يصابًا ايه إليه ، والأفني إذا الان الأخبار في الغلط ше على35 انا سوف أقول لك الوضع لو إنّئة الوضع يدعك يستخدم وأضافك هذه هي في الطstation هذا المنطق يكون اسم هاجم فاقول عليها اسمه ايه دايببطايد كنباوند يتكاون من دايببطايد يعني يتكاون من ماذا ؟ كمانو أسد طب لو ممسكت مع بعض ساعات يديني ما يسمى بولي ببطايد شين هنا كان نسمعها دايببطايد لان هم اثنين و كلمة بولي يعني عديد يعني اكتر من امانو أسد هيمسك مع بعض ادي امانو أسد الثاني الثالث الرابع ممسك بينهم كم حاجة طب تحا نأخذ مثالك هؤلاء كم أمينو أسد أربعة يبقى عندي كم بطايد بوند بينهم قلنا نقص واحد طيب لو قلت لك كم ووتر موليكيول يخرج برضو ثلاثة هنا يخرج ووتر موليكيول هنا ووتر موليكيول هنا ووتر موليكيول لو قلت لك حاجة زي دي عندها كم فري كاربوكسيل جروب واحد اللي هو هيبقى هنا سي او او اتش عندها كم فري امينو جروب هنا اللي هيكون الان اتش تو حد عنده مشكلة طيب عايز بس اقول حاجة ونرجع نشوف هنا احنا اتفقنا عندنا كام امينو أسد في جسمنا جسم فيه عشرين عشرين امينو أسد ماشي نرجع للسود العشرين امينو أسد دول متقسمين ازاي دي معلومة لك انت متقسمين تسعتاشر سوري العشرين دول متقسمين حداشر وتسعة لو جمعتهم يدوك كام عشرين دي معلومة لك انت مش علينا بس عشرات مفاهمة كويس الحداشر دول هم الاكتر من التسعة طبعا فبقول على الحداشر دول اسمهم نان اسنشيال امينو أسدز يعني نان اسنشيال ترجمتها يعني مش ضروري هو اللي مش ضروري قالك مش ضروري تاكلهم ليه جسمك يستجدع معاك هيقولك مش انت عندك عشرين امينو أسد طيب انا هستجدع معاك وفي حداشر من العشرين دولان هصنحهم لك فطالما هصنحهم لك فهم امين اسنشيال او مش ضروري تاكلهم ليه لان انت هتدور عليهم تاكلهم لو جسمك مش بصنحهم طب لو جسمك بصنحهم خلوس فدول بالنسبة لي هنان اسنشيال امينو اسد يعني امينو اسد مش ضروري ان ايه اكلهم طيب بالنسبة للتسعة بقول عليهم اسمهم ايه اسمهم اسنشيال امينو اسد يعني اسنشيال امينو اسد يعني امينو اسد يعني ضروري ضروري من انت تعمل ايه تاكلهم ليه جسمك مش عرف يسمعلك تسعة دول حلو فانت لازم تجبهمهم من بره ايه جاهزين تاكلهم من اكل بقى وفيتامينزوحية جاهزة ماشي يبقى دي معروما انت انا عندي كمامينو اسد عشرين بقسمهم ازاي عشان موجود عندك في الملازم بقسمهم ازاي حداشر وتسعة حداشر عددهم اكبر جسم كالك انا استجدع معك هم عشرين انا هشللك مسؤولة حداشر منهم وانت التسعة دولة املي من بره فابقول علي الحداشر اللي جسم هيصنحهم لي بقول عليهم انهم مان اسنشيال يعني مش ضروري انهم ماشي انما التسعة دول جسمك مش هيصنحهم فالضرر ان انا ايه اكلهم فعشان كده قلت عليهم ايه اسسنشيال امينو اسد طيب معلومه ثانيه احنا عندنا كم عدد البروتينات في جسمنا عندنا اولوف من البروتينات طيب هو مش البروتينات دي اللي هيكونهم هما العشرين حمض الاميني بس او العشرين امينو اسد ازاي العشرين امينو اسد دول يقدروا يدوني الوف من البروتينات قال لك والله العشرين دول يقدروا يدوك الوف مختلفين بسبب ثلاث حاجات اول حاجة الطيب يعني الطيب يعني نوع الامينو اسد اللي هيشترك انا واحد في العشرين ثاني واحد جملة قال لك على اساس النمبر برضو اللي هيشتركو بيه على حسب العدد اللي هيشارك حيهل العشرين كلما يشاركو ولا 19 منهم ولا عشرة بس وكمان الطيب ان هي عشرة عندنا كزا امينو اسد عندنا فالين وليوسين وحاجات كلها مش علينا على اساس الانواع اللي هتشترك وعلى اساس النمبر على اساس حاجة ثالثة مهم جدا اسمها الوردر يعني الوردر يعني الترتيب اللي هيمسكو بيه انت عارف لو عندك بروتين بيتكون من 300 امينو اسد مثلا وعندك بروتين بيتكون من 300 امينو اسد زيهم والتلتمية كلهم نفس الترتيب معادة مثلا رقم 299 هنا و 299 هنا انت بدلتوهم يعني هما 300 كلهم شبه بعض من واحد الامتين ايه 98 ورقم 300 شبه بعض هم مختلفين بس في رقم كام 299 في الشكل الاولى ده حاجة امينو اسد وقيت في الشكل التاني ده ايه غيرت بس امينو اسد واحد من 300 دايد ديج بروتين و دايد ديج بروتين مختلف تماما يعمل شغل غيره تماما حلو عرفت ازاي ازاي تقولي طبي يتكون من 300 امينو اسد مش هم عشرين بس هيتكرروا فالين اليوسين فالين اليوسين كده وكتعدت تنوع فيهم يبقى ازاي العشرين امينو اسد بيدوني الوف على اساس من الطيب او النوع اللي هيشارك من العشرين على اساس النمبر هل العشرين كلهم بيشاركوا او الاعداد معينة منهم وعلى اساس مين الوردر والوردر دي مهمة جدا لان انت لو غيرت في الوردر او الترتيب بتاع مثلا امينو اسد واحد دا انت مش بس لو غيرته دا انت لو بدلتهم يعني جيت هنا بدلت 288 مع 289 هيديك امينو اسد تاني غير مين غير ال 288 و 298 المزبوطين حلو فدي معلومة ايه مهمة يبقى ان عندي عشرين امينو اسد حلو وقلتلك الجليسين ودي اكزامبل مش علينا طيب حلو قالك مهما ب nenhum عشرين معينة تدخل البروتين لاستقبل ان لدي كبارة جدا ان اكون ارميها الكثيرة من البروتين وده يبقى اعتمد عليه على اساس الـ علميه الوضاabb الامينو اسد اللي هتدخل في البولي ببطايتة هو مين هتتكون لي الامينو اسد الانيو اسد امك الشيء مثل اللايسين والالانين والالفلين ليس مذكرة امك الشيء مثل الثلاث امينو اسد اقو رأيم بس التلات امينو اسد و هذا احتمال بسيط منهم انك تضع جليسين ألالين فالين بترتيبه جليسين ألالين فالين بص لو عملت المرضي عكست خليتها جليسين ألالين جليسين فالين ألالين كانت ديت بروتين ثاني كنت اغيرت فالين فالين ألالين عملت عدلات فيهم مختلفة على أساس مين؟ هم كلهم نفس العدد نفس النامبر تهلت ألالين و أسدس و هم نفس الطيب بس انت بالأردد عملت عملت أنواع كثير جدا و دول أربعة بس يقدروا يعملوهم ده يقدروا يعملوا العشرات من البروتين على أساس مين؟ الترتيب هتحط مين يقدمين و هتحطهم بأنهي أعداد تمام؟ و أنهي أنواع من العشرين اللي هيشاركوا فدي مش للمذاكرة انت بس تفهم ان العشرين ألالين و أسد يقدروا يعملوا لي ايه؟ هلاف من البروتين و ده ناتج عن اختلاف الأنواع والأردد و مين؟ والنمبر ماشي؟ الحتة دي بقى مهمة جدا ده اللي احنا قعدنا نعرفيها و نقول انها مهمة الأمينو أسد يا جماعة عنده قلنا جروب اسمه C O O H صح؟ و عنده الكربون هيا و عندها جروب سو H و عندها الناحية الثانية جروب اسمه ال N H 2 ال C O H ده جروب أسد وال N H 2 ده جروب بيز حد واخد باله ان الأمينو أسد عنده جروب الأسدك و في نفس الوقت عرض برضه نفس الجروب بيزيك تاني حلو؟ فبيقولك ان الأمينو أسد عنده ايه؟ عنده ال 2 عنده حاجة أسدك اللي هي كربوكسايل و عنده حاجة بيزيك اللي هي الايه؟ الأمينو جروب فهو بيشتغل ايه؟ ده معلومة متهمينيش بقولك انه هو لما يبقى في وسط أسدك يشتغل كايه كبيزك ايه؟ أمينو أسد يشتغل عكس الميديا يعني لو هو في أسدك ميديا أو وسط حمدي يشتغل كايه كبيز طيب لو هو موجود في ألقالاين ميديا يشتغل كايه عكس الألقالاين يشتغل كايه كأسد يشتغل عكس الميديا اللي فيها لو حطيت الأمينو أسد ده في أسدك ميديا زي مثلا الاستومك هي اكت لايك ان هو بيزك طيب لو حطيته في ألقالاين ميديا زي الانتستين هي اكت كأن هو أسدك جروب و ده ما تهمنيش اللي همين البقين تعالوا مسحل حين عملنا ده تاني جملة بقولك النمبر بتاع البيبتايد بوند حلو اللي بيخرج لما تمسكهم في بعض بيساوي النمبر بتاع الووتر مولوكيول حلو و ده كله بيساوي النمبر امينو أسد ناقص كام ناقص واحد و دي قلناها لو عندي عشرين امينو أسد لو حبي بحسب البيبتايد بوند كام و لو حبي بحسب الووتر مولوكيول اللي يخرج يبقى كام البيبتايد بوند أقل بواحد يبقى تسعتاشر والبيبتايد بوند هو نفس عدد مين الووتر ايه ريموف دي بقى برضو تسعتاشر طيب ايه تاني شايف ههدول امينو أسد مسكين في بعض لو قلتلك عدي لدي دول كامينو أسد تعمليه؟ قلتلك لقد ادور على البند البند كان شكلها عمله ازاي اي حب مليا. تعالى اندور عليها. عندي كان بند؟ ثلاثة. طوال ما لديikan بند، وكانت كانت أمانو أسد أربعة. عكس أمانو أسد تحسن. الثالث الرابع اخر نقطة بقولك على مين الفري ايه كاربوكسايل جروب والفري امينو جروب مش ده بولي ببطايدة هون كازا امينو اسا ماسك مع بعض عنده كان فري كاربوكسايل جروب واحدة سبتناها خلاص لما اسألك عن اي حاجة فيها كلمة فري قولي واحد عنده كان فري امينو جروب برضو واحدة فري امينو جروب حد عنده مشكلة مهمة جدا الحتة دي ودايما امتحان عندي بعد كده مين التوبك اللي قبل الاخير الكلاسفيكيشن بتاعت البروتينز بعد كده ناخد مين الامبورتنس بتاعتها ماشي تعال ناخد الكلاسفيكيشن او التقسيمه نحن نتكلم عن مين الكلاسي فيكيشن البروتينز غالبانه عندها تقسيمتين بس مين حد فاكرة تقسيمه بتاعت الليبتز بتتقسم ازاي بتتقسم لسيمبل وكمبليكس وحاجة اسمها الليبت ديريفاتف البروتين غالبانه عندها تقسيمتين بس ايه هما قالك يا اما تكون سيمبل بروتين يعني سيمبل بروتين يعني بروتين لوحده ومعوش حاجة تاني يقم حاجته باسمها كونجيوجيتد بروتين كونجيوجيتد يعني مختلف بحاجة تانية كونجيوجيتد بروتين يعني هلاقي عند البروتين مسك في حاجة تانية طيب تعال خلاص السيمبل بروتين لانها جملة واحدة مين هم السيمبل بروتين عندي بروتين اسمه الالبيومين الالبيومين ده موجود فين في الانسان ايه مكونات الدم عندنا اربع حاجات سيمبل بشكل retention أو الريد بلد سيلز كورات الدم الحمرة والوائد باي سيز كورات الدم البيضاء وعندي حاجة اسمها البلاتلتس وعندي حاجة اسمها من الدم الخلاص الموجود ومين؟ موجود في البلازمة اى شيخ فى الدم غير paísه تhl стороны والصفاخ أو البلوت للتجلت ستبقى موجودة في الف seriously في البلازمة الموجود meilleس في البلازمة هل الحرب موجود فى' الويومن؟ لا ازوجان في كل خانو مهم جدد كانوا تشعر ان إلى هناك موجود في الانسان فى الليفز فى الاوراق وليس غذبها الأشواء من وضغط المتألك كمانان بدأت نضغط بيدي العلاف الأطنيس موجودين في الكومان بعض ذلك موجودة في الكومان موجودة بيدي و توقعة جدام معاك موجودة rainbow مع أمين و أسد مش مختلط بأي حاجة تاني من الابيومين زي طبعا العادي بيتكوي من كاربون و هيدروجن و أكسجن و نيتروجن والابيومين موجود في مين في البلانت موجود في الليفز والسيد والروتز انما في الهومة موجود في مين في البلد بلازما طيب و لكني أتمنى أن أصبح عبارة عن أمينو أسد لوحده إنما سيكون ملفوف و مختلط ب مين أمينو أسد سيكون مخلوط ب مين في مين في بلازما وهذا مال أربعة كميجية في الهومة مختلفة يبقى عندي مين الكونجيوجيتد بروتينز مين الكونجيوجيتد بروتينز قلنا هيكون عندي بروتين ماسك في مين في حاجة تانية حاجة من الاربعة هاخد اربعة مثلة تعاني اخد اول مثال بص اول مثال عندي هيبقى عندي البروتين بروتينز قلنا هيبيتين بروتينز طويلة هيبقى مسك في مين؟ قالك اول مثال عندي هيبقى البروتينز قلنا في حاجة اسمع نيوكليك اسد مين النيوكليك اسد يا جماعة؟ اللي هو الدي ان ايه? هيمسك في لي عشان هيكون لي حاجة اسمع الكروماتين ما هو الكروماتين؟ دي قصتنا الدرس الجاي لما ندرس نيوكليك أسف بس تعال اقول لك الدين ايه طويل جدا لو فردت بقولك ممكن يوصل طوله 2 متر طب ازاي الدين ايه ده هيدخل جوه السل اللي هي صغيرة جدا ده مش بس جوه السل ده جوه ده جوه نيوكلي سل جوه السل وفروض الدين ايه موجود هنا طب ازاي بقى موجود هو حجمه طويل جدا قالك عملنا في ايه لفناه على حاجة اسمها البروتين عارف نفس فكرة مين الخيط اللي عندنا برهدوم تلاقي الخيط ده طويل جدا ونلف على ايه زي كده كارتونة وتلاقي الخيط ملفوف عليها اللي هي بقرة ايه الخيط الخيط طويل جدا لو فردته يشغل مساحة كبيرة جدا سيفس اري عالية جدا حلو طيب علشان تلم الخيطة فاقل مساحة نجيب ايه نجيب الكارتونة او البقرة دي ونلف على الخيط نفس الكلام ان يوكليك اسد او الدين ايه ده طويل جدا طب عشان نخصغر حجمه ونخليه يسمح فيبقى جوا اللي هي اصلا حجمها صغير اللي موجودة جوا السل اللي هي اصلا صغيرة فكن نازم تعمله ايه تليفه على حاجة اسمها البروتينز وهوله لكل مرة جاي انامخد حاجة اسمها الهستون بروتينز او الهستونز بروتينز ماشي. الشكل ده Ones نتكون يديني حاجة اسمها الكروماتين الكروماتين ده ما هو اللي عبارة عن الدين ايه او ده يكلق اسد مع الفوف على مين ملفوف على البروتين وهذا اول مثل عندي في الكونجيوغيتد يعني هيكون عندي بروتين مسك في مين في حاجة تانية طيب عايز اعرف بس الموليكيليرفورم اللي بتاعت الكروماتين دي عملت زي هو مش بيتكون من بروتين زي دينيوكليك اسد اه طب هو البروتين اصلا بيتكون من مين بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين طب هل زاد عليه حاجة قالك اه لما دين نمسك في ده دين ايه في فوسفراس جروب هلاخدها المرة الجاية بيتمسك في الكاربون نمبر فايف في النكليوتايد هنقول الكسة دي المرة الجاية المهمة دي ان ايه عنده جروب مش موجود في البروتين اسمه ايه الفوسفراس فاجه هنا ازوده اقول لك حاجة الشكل ده انت شفته قبل كده مين درسته في الليبت كان بتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفراس كمين الفوسفوليبت فخلي بالك عشان دي تجميع من جبه في الامتحان دايما مين الحاجات اللي بتتكون من كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفراس خدت انا الفوسفوليبت ودلوقتي خدت حاجة اسمها مين الكوروماتين طيب دي اول حاجة في مين في الكونجيوجيتد ايه تاني حاجة هم قلنا 4 حاجات تاني حاجة في الكونجيوجيتد هيبقى عندي برضو بروتين بس المرة ده هيمسك في مين هيمسك في حاجة اسمها الايه الفوسفرس او الفوسفيت ماشي لما يمسك في الفوسفيت هيكون لي حاجة اسمها الكازين بروتين يبقى عندي البروتين لما يمسك في الفوسفيت هيكون لي حاجة اسمها الكازين هو الكازين ده ده مكون من مكونات الملك تعال اقول لي هو الملك الحد دلوقتي انا قلت في كم حاجة بتكونه درسنا في الكاربوهيدريت درسنا حاجة اسمها اللاكتوز شجر كانديسا كرايد لكتوز حلو يبقى اللاكتوز ده كومبوننت من الكمبوننت بتاعة الملك هل الملك يتكون من اللاكتوز بس ده ملك الملك يتكون من اللاكتوز وحاجة كتر جدا ايه تاني حاجة هي خدناها دلوقتي حاجة اسمها الكازين بروتين حد عنده مشكلة طيب هو البروتين بيتكون من ايه قالك البروتين بيتكون من برضه من كاربون وهايدروجين واكسجين ونيتروجين طيب ايه تاني مش هنا رما كونت الكازين مسكته في فوسفرس يبقى الفوسفرس ظهر عندي تاني حد واخد باله ان انا عندي ثلاثة اجزامبلز في المنهج وخلاص كده خلصوا بيتكونوا من كاربون وهايدروجين ونايدروجين واكسجين وفوسفرس هم مين الفوسفوليبد والكوروماتين والكازين بروتين ماشي مهم جدا طيب اتفقنا الملكي بتكون من ايه قلنا في حاجات كتير جدا نحن رأسنا منهم اتنين اللاكتوز وده كان دايساكرايد وعندي الكازين بروتين ده ايه ده طبع البروتين طيب هو في حد فاكر الترتيب بتاع الانرجي جسم لما يحب ياخد الانرجي ياخدها من اين من الاول قلنا كاربوهايدريت ثم بعد كده الليبت ثم بعد الليبت في الاخر من خالص البروتين حد اواخب باله ان الملك فيه كاربوهايدريت وفيه بروتين لما اجسالك الجسم بياخد الانرجية من الملك بقانيه ترتيب الترتيب يقول لي ان الكاربوهايدريت الاول فيبقى اللاكتوز هو مين الفريست بصوريس بتاع مين بتاع الانرجي وبعدها انعطلنا الكربائدريت ودها انعليه prestا لانه عند الملك فيه عبارة عن كربوهايدريت وبروتين هاخد الانرجي الاول من من الكربوهايدريت اللي هو الكتوز لان احنا قلنا الكربوهايدريت فاست ان دي ايزي سورس طيب انما البروتين هي التاني حاجة تفكر فيها عارف ان انهم فط وقتارت حاجة بسانة عشان عشان عنديش لبت دلوقتي انا عندي الكربوهايدريت وبروتين يبقى ده السورس الاول بتاعي وده هو مين السورس التاني سؤال المتحاني السؤال ده ماشي يبقى الملكي حد دوقتي انا قلت عليه كم حاجة اتنين بيتكونوا لكتوز كازين اللكتوز ده كربوهايدريت يبقى ده السورس الكازين ده بروتين يبقى ده السكند سورس طب انا دوقتي اخدت كم حاجة اتنين تعاني اخد تالت حاجة تالت حاجة اللي هيحصل هيبقى عندي البروتين المرة ده هيمسك في مين هيمسك في الحديد الف اي الحديد علشان هيكون لي حاجة اسمها كلنا عارفنا اسمها اسمها الهيمو جلوبين يعني هيمو جلوبين الهيمو جلوبين ده مكون مكونات الايه الاربي سيز الاربي سيز فيها حاجة اسمها الهيمو جلوبين هلو الهيمو جلوبين ده ايه يا جماعة وبارة عن بروتين مسك في مين في ايرن عشان يعمل لي حاجة اسمها الهيمو جلوبين لما اجسألك هو اقول لك شخص عنده انيميا هلو تنصحه يأكل اكل في مين او ياخد سبليمينت او اراس او فيتامينات تحتوي على مين على الايرن ليه لان جسمه في البروتين نقص البروتين ده ان هو يمسك في الايرن ده الاف ايه علشان لما يمسك في الايرن ساعتها يديني مين؟ الهيمو جلوبين والهيمو جلوبين ساعتها ايه؟ هيحلل مشكلة الايميا حد عنده مشكلة يبقى في المتحل سيزي الانيميا اي حاجة لها علاقة بالدم وقول لك كذا كذا وقول لك تنصحه ياخد ايه اي حاجة فيها ايه ايرن عشان كده ايما لما عندنا ايميا اخد ايه ايه اخد حديد ارس حديد اللي هو الايرن علشان ايه؟ نسبة انه مجلوبين في الريد بلات سيلزي اللي عندك طيب نفس الطريقة نسأل نفسنا برضه كده يتكون من ايه؟ البروتين يتكون نفس الكلام كاربون هايدرجين اوكسجين نايترجين زاد عندك مين الايرن الاف ايه لما اجي في الامتحان واسألك اقول لك مين الحاجة اللي تتكون الحاجات دول طالما شاهدت دول يبقى ده بروتين وهنا ايرن يبقى ده مين؟ الهيمو جلوبين وعلاقته سؤاله اي حاجة لها علاقة بالانيميا ياخد ايرن سابلمنت طيب رقم اربعة اخر حاجة خلاص رقم اربعة عندي بروتين هيمسك في مين المرة دي؟ هيمسك في المنت عندي اسمه الايودين رمز اي اسمه ايودين طيب لما هيمسك في الايودين ده هيكون لي حاجة اسمها ايه؟ اسمها سيروكسين ما هو السيروكسين السيروكسين ده هرمون اصله بروتين عندنا هنا جلاند او غد اسمها مين؟ انا عندي اسمها السيرويد جلاند السيرويد جلاند او حاجة الفضل يقول لك يحميلي تحليل مين سيروكسين ليه؟ لان هذا السيروكسين ده الهرمون اللي يخرج من السيرويت جيلاند وده المسؤول عن مين؟ عن الحرق وعن ضربات القلب ولك كله فلو انت حرقك قليل او بتعمل ضائط ومش بتخس هيبقى عندك دایما مشكلة في مين في هرمون السيروكسين اللي بيطلع من مين؟ من السيرويت جيلاند يبقى لما يكون عندي بروتين ماسك في الايو دين ده هيديني حاجة اسمها سايروكسين بروتين هو هرمون اصله بروتين ماشي طيب اقول لي شكل الفورمي اللي عامل ازاي الجديد نفس الكلام شو كاربون بروتين يعني بتكون كاربون وهايدروجين واكسجين ونيتروجين ظهر عندك هنا حاجة اسمها الايودين فلما اجا اسألك واقول لك مين البروتين اللي بيتكون من الشكل ده طالما شفت في ايودين يبقى اكيد مين ده السايروكسين حد عنده مشكلة طيب حاجة تاني مهمة هو الايودين ده موجود في مين موجود في الملح الايودين ده اسمه بالعربي اسمه اليود لو جيت تبص على ملح البيت الموجود عندنا تلاقيه عليه مكتوب عليه ملح اليود فالايودين ده سهل تجيبه جدا علشان كده دايما على قد ما الاملاح بالنسبة لجسمنا مضرة على قد ما لازم يكون الاكل بتاعك في نسبة ملح ليه لان الملح في ايودين والايودين مكون اساسي في مكونات مين السايروكسين او اللي هو الهرمون المسؤول عن مين عن الحرق وعن ضربات القلب وعن الكلام ده كله حد عنده مشكلة تجميع مهمة جدا لكونجيوجيتد بروتينز طيب تعان بص عليها هنا كده خلصت مين السيمبل فاضل عندي مين فاضل عندي الكونجيوجيتد يعني 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 الامين واسد حيبها مع اصغر المنت لو الامين واسد مع نوكليك اسد او ديني يديني حاجة اسمه كروماتين لو مع فوسفرس يديني الكازين لو مع ايودين يديني السايروكسين ولو مع الاير يديني مين الهيمو جليبين ماشي دي قلناها وده معلومة انا قلتها لكم قبل كده بتاعت مين بتاعت الفايبر والحاجات دي والنفح الحصة الاولى معلومة اصلا زيادة مش عايز انا طب وباخده عنددي الامين واسد لو اندي الانوظام اندي مين خلص ان ahora مجمونات البروتين بس يظهر عندك الفوسفرس لان دين او فوسفرس ثاني ا veio الامين واسد لو موسك مع الفوسفرس بس يديني مين الكازين او بروتين واده نفس الانستغرقسظر يبقي سي واو اكسجن والنيتروجن فوسفرس نفسه مين التالت بتاحهم الفوسفو لو عندك الامينواسد يمسك مع ايودين ويقومونها سيروكسين وهناك السيرويات الامينواسد وهناك السيروكسين وهذا يبقى نفس ابنها ما هو الايودين لو عندك الامينواسد لينكت مع ايرن ساعتها يديني ساعتها هو هم يورل وهذا مكون من مكونات الريد بلود سيلز حلو فيبقى عندي نفس الفورمولا بس عندي مين المراضي عندي الآير ظاهر فيها كده خلاص نعمين الكلاسيفيكيشن ناقص بس عارف ايه الامبورتنس بتاعت الايه البروتينز تعا بس وحنا بنقولها كده نقول معلومتينه خلاص ايدي مين البروتين البروتين دي جماعة ممكن يعملي كازا حاجة ممكن يعملي حاجة اسمها انزيمز ماشي وممكن يعملي حاجة اسمها هرمونز وممكن يعملي حاجة اسمها الريسبتور حاجة مش علينا الريسبتور ده اللي بيبقى على كل السيلز علشان اي حاجة عايزة تدخل السيل تروح تتقطبه بالريسبتور دهthinkستشى اللي عايزه اقول لك لو قلتلك كل الانزيمز بروتينز اول انزيمز ار بروتينز صح ولا غلط صح مليون في المية لو قلتلك اول بروتينز ار انزيمز لا غلط البروتين ممكن يبقى انزيم او ممكن يبقى ريسبتور او ممكن يبقى هرمون او اي حاجة دي اول بوينت تاني بوينت عاز افكرك بها فاكروا الهرمونز خدناها المره اللي فاتت قلنا الهرمونز دي ممكن يكونوا عين ياما يكون اصلحة لبد اللي هو الهو كان لقسمي تاني اسمه الستيرويد حلو ياما يكون اصلحة التاني ياما تكون بروتين زي من خطنا النهاردة السيروكسين اه ده بروتين حلو لو جيت قلتلك ان كل الهرمونز عبارة عن لبدز غلط لو جيت قلتلك كل الهرمونز عبارة عن بروتينز غلط الهرمونز بتتقسم حبة لبدز وحبة بروتينز تعالي ارقاوا الجملة الامبورتنز بتاعت البروتينز البروتينز are contributing in the biochemical process to keep the life وكان كله هاري حلو وبتدخل في حاجة اسمها الايه الفلستراشة بتاع الانزيم حلو and many hormones that stimulate and regulate the vital function برضو بتواهم اصلاها بروتينز يعني انا عندي شوية هرمونز اللي هي اصلاها بروتينز زي السيروكسينز اللي احنا قلنا عليه اللي بنظم الحرق وضربات القلب وكلام ده كله بتعمل ايه بتستميلات او بتحفز او بترجلات يعني بتنظم الفيتيال فانكشنز في البادي اللي هي العملات اللي هي الحلوية الحوايوية حتى كلمتينزيني بعكيدا قالك بتريبريزنت اللي باتاعت مين السيلز احنا اتفقنا السيلز المرة الفاتتة يدخل في تكوينها مين خدنا الكاربويدرات زي السيلولوس يدخل في تركيب حاجة اسمها السيلول وخدنا المرة فاتت الليبيدز في الامبرتنس وقلتك ان الليبيدز يتمثل كام في المية خمسة في المية من السيلز يعني من مكونات السيلز هلأي الليبيد بتمثل حوالي خمسة في المية برضو عندي البروتين يدخل في المين وتمسكتها هذه هي كرومزوم الساكم يتحدث للبروتين يوجد دقائهم إن anterior يدخل وهيفاء الكرومزوم الساكم في الساكم له تاخد بالك السلمنبرين كاده كما حاجه تدخل فيه F пят Lhp والبطار والأوبار والجاهل والنين والكلام ده كله. صحيح؟ طيب. وكل مهم عشان من؟ شخص المعضلات. طيب. أرى الجميعين or proteins صحة او غرض؟ كل المرحل لديهم أمل إنسويات؟ لكن هل كل المرحل يسحون إنسويات؟ يستطيع للوصف في الامتحان. المرحل ليس كلها إنسويات. لكنها ممكن تؤمنها هيورمون ورسيفتور وريمية وتجدوا كثير. لكن كل الإنسويات عبارة عن من؟ عن بروتين. ولكن لا يمكن ان تكون بروتين وليبت فمش كلها بروتين لان انا عندي حبة هرمون بقول عليها استيرويد او درايفد ليبت هل دور البروتين سألك لا عرف الشبكة العنكبوت تتكون من بروتين الهوفز الهي الحوافر بتاعة الجمال وتتكون من بروتين القرون بتاعت اي حاجة بتتكون برضو من بروتين دي كانت الهم بالبروتين، تتلخص في ماذا؟ ان البروتين مهمة جدا لكل حاجة في جسمنا نحن كل حاجة في جسمنا بتتكون بروتين حلو بتكوني حاجة اسمها الانزيمز اللي بتنظم عمليات فيجسمي طيب تاني حاجة قلنا ايه؟ قلنا بتدخل في تكوين السيلز بالذات كمان السيلمبرين والكورموزوم وكل حاجات في جسمي تفعلها المعصول تشارك فيها و اللجم تسكول كل ده كلام مش مهم ان كل الانزيم انزيم بروتين بس مش كل البروتين وبعد كده قلنا اي تاني ان كل البروتين عندي ليش شرط تكون مين او كل الهرمون غير شرط تكون بروتين ممكن تكون ممكن تكون مين وممكن تكون استيرويد فضلي مين بس التست لا تنسوش الترتيب بتاع مين الانرجي جسمي يأخذ الانرجي الاول من الكربوهيدريتس ليه عشان قلنا فاست اند ايزي سورس طيب تاني حاجة يأخذها من مين الليبت ثم في الاخر من البروتينس وجسمنا جماعة مش بيعمل استورج للبروتين حلو اي بروتين بيدخل جسمي بيدخل حاجات دي في تكوين المسلز والحاجات كتير جدا والزيادة منها بيتكسر و بيخرج حلو فجسمي مش بيخزن ايه بروتينس لكن كان بيخزن كربوهيدريتس في سورة جلايكوجين والليبتز بتتخزن في سورة فاتس انما البروتينس تخش تكون المسلز كله ولو بتاكل حاجة فيها بروتين بكميات كبيرة الجسم بيكسر البروتينس الزيادة دي و بيعمل ايه و بيخرجوا فاضل عندي مين التست و خلاص التست اللي عندي تعاني فتنكر كلا بسرعة الكربوهيدريتس كان فيها تستس اول تست كتن بتاع المونوساكرايد كان التست عبار عن ايه حلو كنت بكش عن المونوساكرايد زي مثلا الجولوكوز فكنت بحط رياجنت اسمه بندكت رياجنت كان لونه ايه بندك ده قلتك من اول حرف اسمه كان لونه بلو لو موجود عندي كربوهيدريت مونوساكرايد او حاجة زي الجولوكوز او كده البلو ده يتحول مين لورنج ماشي ده كان المونوساكرايد اللي كان عندي في الكربوهيد برضه تست بتاع البطاطس تعمله ازاي قلت لك حاجة اسمها الايودين ده الرياجنت اللي عندي لو حطيته على الايودين ده لونه ايه كلنا عارفينه لونه اورنج لان ده البتادين طيب لو في وجود الستارش فعلا عند استارش الورنج ده هتحول مين لدارك بلو طيب ده كان التست بتاع الكربوهيدريت والمرة اللي فاتح خدنا التست بتعمين بتاع الليبتز بتعمين السودان سري او السودان فور الليبتز كان التست بتعمل ايه بتجيب الرياجنت اسمه سودان فور ده كان اللونه ايه ريدش براون يعني يبوني محمر لو حطيته على حاجة فيها لبتز او فاتس اي حاجة عمومة يعني من الكلاز ده اللون الريدش براون ده بدل ما هو كان مش سالك هايه تحيسلك وساعتها يبقى لونه ايه ريد واضحة هوا ماشي طيب النهاردة عندي اخر تست عندي النهاردة عايز اكشف عن مين عن البروتينز البروتينز يا جماعة حاجة جميلة جدا لجسمنا حتى التست بتاعها لطيف اسم الرياجنت بتاع اسمه بايرت خلي بالك فرق بين بايرتز وبين عشان كده و احنا في اول حاس خلص لما خدنا بندكت قلت لك علمه علشان هاخد رياجنت تاني في البروتينز اسمه بايرتز رياجنت طيب بايرتز رياجنت ده لونه ايه قال لك من اول حرف هو مش اول حرف فيه بايرتز رياجنت يبقى لونه بايرتز رياجنت لو حطته على اي حاجة فيها بروتين اللون البلو ده هيتحول لمن هيتحول للون فيلت يعني بنافسي جي شوف قد البروتين جميل اسم الرياجنت بتاعه بايرتز رياجنت حلو طالما بايرتز من اول حرف يبقى بلو نفس لون بندكت برده كان بلو عشان اول حرف بي لو حطته على البروتينز اللون البلوم ده مع انه جميل هيتحول للون اجمل منه اسم اللون البيولت او بنقول عليه هو اللون مين البنفسيجي حد عنده مشكلة يبقى ده مين عندي طبعا بيقول لك كل ستيبس والكلام ده وهري ولو عندي جارة بيقول لك لو حطيت تحط البايرتز رياجنت ده على مية عادية ومرة على سكروز ومرة على ستارش ومرة على ايج اللون ده هيتحول مع مين اللون ده ده متحول بتحطه مع بروتين فهلا مش هيتحول هيتحول مع مين؟ مع ال اج البيومين لان ده بروتين فسعتια الابت realmente حكل الابتس عليا تبكى الاج البيومين هيتحول مثل مين لواeg ده بوست فريزل وهو يقول لك عشان البيومين ده يعتبر بروتين فيتحول اليه يتحول اليه ل vale الندى bullish والمいうث يأتي called sel يعني اللون البلو هيفضل دائما بلو استفدت انا من بتاع ده في ايه عارف الناس اللي هي بيبقى عندها مشكلة في الكليا او في الكدني فالكدني بقى اتمزل البروتين في اليورين طيب دلوقتي المفروض البروتين عندي بقى فين اين يورين طيب نكشف على ده ازاي جماعة قالك بسيطة مش انت عندك بيكشف على البروتين اه قالك خلاص قاتل يورين ده اللي انت شاكك انه هو فيه بروتين واعمل عليه ايه حط الرياجنت اللي عندي الاسم بايرت البايرت ده لونه ايه قالك لونه بلو طيب لونه بلو لو انا فعلا اليورين اللي عندي دي فيها بروتين ساعتها اللون البروتين هيتحاول لمن لفايلت فاول ما اعرف او اشوف اللون اللي انا بحط البلو ده بقى فيلت اعرف ساعتها ان اليورين ده في مين في بروتين حلو بنستخدمه كده يبقى انا كده في كام راجنت استخدمتهم لليورين وللبلود حد فاكر البندكتر ايجنت كنت عايز اكشف هال برضو اليورين في جول جولو كوز ولا لا فاكنت حد بحط علي مين البندكتر ايجنت لو اللون ده تحاول من بلو يورين يبقى عندي مين عندي فعلا الجولو كوز فين في اليورين ودي لو عايز اكشف هال بروتين في اليورين مين اكشف عنه ببندكتر ايجنت ببايرتر ايجنت حد عنده مشكلة كده مين خلص معنا خلص المرة الجايه يبقى عندنا ان يوكليك اسد نحن كده خلصنا الكاربوهيدريتز في حستين وخلصنا الليبتز في حسه والمراضي خدنا مين البروتينز بكل تفاصيلها زي الليبتز المرة الفاتت وبرده هتلاقيها في ورقتين فيهم السامري تمام كده المرة الجايه يبقى عندنا لدينا الدي ايجنت و يبقى خلصنا الفيديو و هيبقى عندنا درس خامس اسمه الانزماتيك ريكشن وبعد كده باقي الدروس كلها هنتكلم علي السيل والسيل كومبوننتس و التشو هشوفكم المرة الجايهة و ذاكروا كويس علشان دنيا ما تتراكمش عليكم شكرا